السيدات والسادة مساء الخير في تاريخ المصرح المصري أسماء خالدة ورواد حققوا إنجازات عظيمة وضعت مصر في مقدمة الدول الرائدة في هذا الفن الجميل فمن تراجيديا جورج أبيض ويوسف بيوهبي وعزيز عيد وفاطمة يوسف إلى كوميديا الرحاني وأبرتات سيد درويش الموسيقية قفز المصرح المصري خطوات كبيرة في التطور والحداثة حتى ظهرت فرقة رضا في أواخر أسيتينيات لتؤسس لأول مرة من خلال الأبرات الرقص أول مصرح للرقص الشعبي والفولكلوري في مصر في حديثنا اليوم من مصر نتناول واحدة من أهم التجارب المصرية في مجال المصرح التعبيري الموسيقي الرقص تجربة مهمة وممتدة عبر ثلاثين عاما أسسها وقادها ضيفنا اليوم ليكمل بها مشوار رواد كبار في هذا المجال بأنواعه ومنهم محمود وعلي رضا في الفولكلور والرقص الشعبي وعبد المنعم كامل في فن البلي حديثنا اليوم عن فن مصري أصوله متوارثة عن أجدادنا المصريين القدماء عن الرقص المصرحي المصري الحديث وفرقته الرائدة التي نحتفل بالذكرى الثلاثين لإنشائها هذه الأيام أهلا بكم معي للحديث عن فن الرقص المصرحي ودوره في الأعمال الدرامية والسينما الفنان الكبير وليد عوني مؤسس ومدير فرقة الرقص المصرحي الحديث بدار الأوبرا المصرية وليد عوني رائد من رواد فن الرقص المصرحي الحديث في مصر ومؤسس فرقة الرقص الحديث بالأوبرا طلق في سمانينيات القرن الماضي دراسته في الجرافيك والفنون التشكيلية بالأكاديمية الملكية للفنون الجميلة في بروكسل قبل أن يبدأ رحلته العملية بالعمل كمساعد ومصمم للسينوغرافيا مع مصمم الرقصات العالمي موريس بيجار خلال الفترة بين عامي 1981 و1990 لعب وليد عوني دورا كبيرا في إنشاء مدرسة الرقص المصرحي الحديث في مصر محاولا السير على خطى فرقة رضا للفنون الشعبية في عام 1980 أسس عوني فرقته الأولى في بروكسل باسم فرقة التانت للرقص المصرحي وبعد ثماني سنوات من إطلاقها افتتحت نشاط مصرح معهد العالم العربي في باريس واعتمدته وزارة الثقافة البلجيكية كمصمم للرقص المصرحي المصري الحديث أخرج خلال هذه الفترة عشرة عروض مهمة منها جبران خليل جبران ماري هسكل خمس عجلات عند فرويد رابع العدوية الأبواب السبعة وفي عام 1993 كلفت وزارة الثقافة بتأسيس أول فرقة للرقص المصرحي الحديث في دار الأوبرا المصرية كانت البداية بتأسيس مدرسة الرقص المصرحي المصري في مركز الإبداع الفني كما أسس أول مهرجان دولي للرقص المصرحي المصري الحديث في مصر بالإضافة لإطلاق فرقة فرسان الشرق للتراس وخلال الفترة بين عامي 1993 و2020 أخرج الفنان وليد عوني أكثر من 30 عملا مع الفرقة بالإضافة لاحتفالات وزارة الثقافة والأعمال القومية الوطنية وبينها حفل افتتاح ترميم تمثال أبو الهول ومكتبة الإسكندرية ودورة الألعاب العربية كما أخرج عوني أوبرات دون جيوفاني لموتزارت التي قدمت فرقة أوبرا القاهرة وأوبرا عنطر وعبلة وعرض عصفور النيل لفرقة بلي أوبرا القاهرة وحصل وليد عوني على الوسام الياباني للفنون عام 1988 ووسام الشرف بردبة فارس من الحكومة اللبنانية ووسام الفن والأدب الفرنسي كما سجل اسمه في موسوعة أكسفورد العالمية لفنون الرقص باعتباره أحد مؤسسي حركة رقص المواصر في مصر والعالم العربي بجانب العملاقين محمود رضا في الفولكلور وعبد المنعم كامل في البالي الفنان الكبير وليد عوني أولاً أهلاً وسهلاً بحضرتك معنا نحن سعداء بوجودك طبعاً ويعني ممكن نقول كل سنة هنتوا طيبين بقى بعد 30 سنة من هذه الفرقة الجميلة في الأوكرة بس أنا عايزة أبتدي مع حضرتك من البداية حضرتك في لبنان نشأت كيف كانت تلك النشأة؟ النشأة أنا من موليد ترابلوس بشمال لبنان يعني ومن أم كاتبة رومانسية ملقبة بكاتبة الفايحة من كاتبة جيهان عوني جيهان غزاوي عوني والبابا كان يرسم كمان كان رسام فمش رسام بس هو كان هاوي أنه يرسم كتير فأنا نشأت أنا وصغير ببات فيه يعني بس كنت كتير صغير مع الوالد ومع الوالدة اللي لسوق الحظ هي توفيته أنا كان عمري 3 سنين ما بعرفها غير من وراء كتاباتها من وراء الأخبار الأدبية بلبنان وكده اتطورت عندي موضوع لما كنت قراله لما كنت صرت كبير لكن عندي هالميول للخيال والرمانس فأنا وصغير لما صار عمري 8 سنين 9 سنين متوجهت أنه كنت أكتب حاجات كتير خيالية وده يليساعدني بكل الخيال المستقبل بعد الرشدة بعد مرحلة الطفولة في فترة معينة سفرت من لبنان إلى بلجيكا وكنت مفترض أنه حتقوم بدراسة الفروع الفن التشكيلي دراست فن تشكيلي فعلا؟ طبعا طبعا يعني أصلا أنا قبل ما سافر على بلجيكا كنت بأكاديميك لقلبة ببيروت للفنون الجميلة بس أنا فتدت بالهندسة بالهندسة المعمارية سنة واحدة بعدين سأبنيلحظ أنه أقدرت رحوا على بلجيكا على بروكسل رحت كده بالصدفة يعني مشان أسبوع أسبوعين وطلع بالصدفة أنه في بأكاديمية الملكية الفنون الجميلة اختبارات فدخلت عشان أعملها ومدة أربعة طيام فنشكحت وعلى طول بقيت ببلجيكا ودخلت على الفنون التشكيلي ومن الفنون التشكيلي إلى ميدان آخر إلى ميدان آخر بالصدف برضو يعني بعد سنتين كده كان الفنون التشكيلي بباجي كأخذ قسم الفيزيو يعني النظري والمشاهد الضوئية والجرافيكية فبعدين بيصدف أنه بيصدف الشغل تعافي لما الواحد بيكون صغير وشاب بيشتغل أي حاجة مشان يعيش بالغربة أو مشان الأكديمية فأنا تعرفت على موريس بيجار بالصدفة موريس بيجار موريس بيجار أفادت في المجال التالي قوي لغاية الوقتي وأنا لغاية الوقتي برسم وعندي معرض وعندي معرض الشهر الجاي كمان بالمعارض يعني بيعمل بعدني برسم برسم منيح يعني وده اللي بيساعدني يعني الخيال يعني ما بفتكر أنه كنت بقدر أطلع صراحة كمصمم رقص أو مصمم المشهدية إذا ما كنت أنا كنت دارس الفنون التشكيلية أو الفنون التشكيلية لأنا بتمنى لكل مصممي أنه يدرس الفن التشكيل لحتى يطلع يعرف حاله شو هو الفضاء شو هو اللون ايه هو المساحات ايه هو الدكور ده كلاياته وهي المشهدية لأن الفن التشكيلي لما بترسمي ترسمي مشهد فأنا كلما عم بيشتغل بيشتغل مشهديات وده يساعدني جدا جدا أنه روح على الإضاءة لأن بحكم أنه اشتغلت 11 سنة مع موريس بجار فيما بعد يعني أنه طلعت على تدريجيا ستشتغل معه واكتشفني تدريجيا بالأخير ستعمل له سينوغرافيا طبعا أهم عروض إن كانت العروض باليابان بتوكيو كيوتو كمان أو بنيويورك أو بفرنسا عمت له عروض سينوغرافية يعني هذه الدراسة الأولى أفادت جدا في الميدان الجديد طبعا لو أتعرف عليه كان رسام أنا كنت بأكاديمة الفنون وشاف أعمالي وابتدأ شوي شوي يوجهني ويكتشف أنه في حدن عربي لأنا كنت أول واحد بأكاديمة الفنون على كل الأحوال بس هو كان يشتغل مع كبار كبار المصممين الإضاءة والدكور لدرجة يعني أدي علامة من علامات أنه الجرائد صارت تكتب أنه موريس بجار عم بيشتغل بيه مع طالب من أكاديمة الفنون مشان عروض وعملت له عروض كبيرة يعني بس بالتدرج بالأول أعطاني ملابس بعدين أعطاني دكور بعدين أعطاني عرض كبير بياف مثلا أو قصة الجندي لسترافينسكي أو بياف كلا يتون دول حاجات صغيرة نص ساعة ماذا اكتسبت أنت منه يعني من موريس بجار ماذا اكتسبت كل حاجة الرؤية طريقة الشغل خصوصا طريقة الشغل مع الفريق بسيكولوجية الشغل بسيكولوجية ما أهمية المسرح بسيكولوجية وفلسفة إزاي تمتقلي من مشهد لمشهد اللي هو أخطر حاجة لما تنتهي من مشهد لمشهد تاني إن كان مسرحة وإن كان رأس ده الحلقة دي اللي هي كثير مهمة وكثير خطر طريقة إنه اختيار الموسيقى إزاي عدا إنه الكوريغرافيا تصميم الحركات إزاي يعني 11 سنة مش قليلة إنه يكوني مع كبار المصممين طبعا طب بعد ذلك جئت إلى مصر جئت مع مصر على مصر مع موريس بجار بالصدفة سنة 1990 كنت أنا أياما المساعد الأول له فكان في عرض هو اسمه الهرامات النور الهرامات النور كان أخذ موريس بجار التاريخ اللي بيتعلق بمصر اليوناني والروماني والإسلامي والقبطي وكله ده كان أخذهم فبالشغل الأنوية كان حابب أن يشتغل على صوت أم كالسوم فجبت له الأغنية وجبت له الموضوع وحكيت له عن أم كالسوم والمجهود الحربي اللي عملته بمصر وقصت تاريخها شوية وعلاقتها بالثورة وبداية الستينات وكل ده فالموضوع قال لي خلاص أنت عمله فصراحة يعني البروفاتي اللي اتعملت على أم كالسوم وأنا عملتها بدار الأوبرا بالصالة البالي اللي أنا ما كنت مفتكرة أنه سأقضي فيها العمر ده يعني الصدف فيه كله يتعني ما كان يعني الصدف لعبت أكتر من طموحاتي يعني درست بس فن التشكيلي ثم اتجهتي إلى المصرح ثم جئت مع موريس بجار إلى القاهرة وبقيت هنا إلى الآن كان فيه فاروق حسني أياما كان من 1988 كان هو استلم الويضات الثقافة وكان همه الكبير أنه يحط مصر ثقافيا على الخط العالمي إن كان ثقافيا أو غير ثقافيا أو الأسار أو كل هذا فلما شافني أنه فيه فيه واحد عربي مع موريس بجار وأصلا أنا كان عندي بالثمانينات أسست فرقتي التانيت للرأس المسرحي ببلجيكا فاروق حسني قال لي أي أعمالك أنت شو فصراحة بعدت له لما رجعت على لوزان كنا أياما نقلنا على لوزان سويسرا بعدت له كل أعمالي بالفرقة الأولانية من الثمانين للتسعين وكانت أعمال كمان هي أعمال كتير مهمة أعملت رابعة العدوية أعملت جبران خالي جبران أعملت عن عبدالوهاب البياتي كان مواضيع كمان شرقية بأوروبا وزاعة الثقافة قالت من ده الشرقي اللي بيبدأ يعملنا حاجات وعملت كمان اليوم الثاني لهيروشيما وعلى الحرب الألمانية مباني الحربان يعني كان عدود يعني موضوعات في كل الاتجاهات المصرية العربية الخارجية الأجنبية إلى أخير وصوفية كمان وكل ده فهو شاف الأعمال دي لما رحت بعدت له يؤهم وعدت له كل الصحافة فلا تعال شغل مع فرقة الباليب بالأول أفتا 1910 وعملت لنا نعرض إيقاء الأجيال بعدين رجعت عملت عمل السنة البعدة بعض معي وبعت وراي كنت أنا بنيويورك بالأكتر ستوديو مشان أعمل عرض تاني سنة الوحدة وتسعين اللي هو ليالي أبو الهول الثلاث وبعدين سنة آخر اتنين وتسعين تلية وتسعين اقترح عليه صراح بعت وراي أنه كان إياما ناصل الأنصاري رئيس دار الأوبرا أنه اللي نفتح فرقة للرأس الحديث ومن هنا بدأت الفرقة المعروفة حاليا عمره كم سنة دلوقتي تلاتين تلاتين سنة فرقة الرقص الحديث دي تباع للأوبرا فرقة الرقص المسرحي المسرح كثير مهم كلمة المسرح بالرقص هيدا لأن تانس تي أتر هو يعني فرقة الرقص المسرحي الحديث صلحنا فالموضوع أنه بدايتها ما كان فيها المفهوم الظاهر على الساحة المصرية هنا لأن كان أياما كان فيه حاجة اسمها الاستعراضات اللي كان مفهومة مفهومة ممكن هذا كان الحديث بالنسبة لهاني فكان فيه أياما كان محمد علي شارع محمد علي مع شريهان وكان فيه الفوزير مع نيلي بعدين شريهان فكان ده كل ياته تحت مسمى استعراض بس ما كانه معروف أنه يمكن كانه مفتكري أنه هيدا الرأس بس لما أنا جيت وقالت وأول عمل إلي هو خوت إيكاروس وقبله كان عملت عرض التناقضات وجبت جائزة للبطسح التجريبي فكانوا يقولوا إيه ده إيه ده الرأس ده ليه الرأس للموضوع ده ليه له موضوعية بمستقل عن موضوعية المسرح فالكيان الرقص المسرحي هو كل عرض له كيانه جملته له أبعاده إن كان فلسفية أو إن كان بعد فني بقلب كل عرض يتعمل فكان المفهوم هاني إنه بالأول كان شوي إنه لأ يعني الآن نريد أن نعرف الرقص المسرحي الحديث ما هو أشوف في حضرتك إنه هو له علاقة كثير بالمجتمع بمعنى بالمجتمع مش بقلب المجتمع مجتمعي لا المجتمع الثقافي العلمي السينمائي الأدبي السياسي أو الديانات أو فلسفة الديانات فكله ده يعني بينبوش إجت سنة التمانينات وأنا لما كنت بمصر دعيت مش أشتغل معها باثنان ورش بعثني جوت انستيوت وهنا تطورت موضوع فكرة كمان إيه استوعاب الرقص مسعي الحديث معني ومفاتيحه فعشان كده المجتمع كتير مهم الموضوع بموضوع الرقص الحديث هو كتير مهم الستركش يعني هيكلية القصة لها ما في حاجة اسمها حبكة يعني بداية نص كذا لا والحركة الحركة الرقصة بتنبع من الموضوع ومن الموضوع بتحطي له موسيقته وبتعملي الحركات بالأخير بس منك كأنك عم تكت بمسرح بس هالمسرح بدك تقدميه بطريقة الجسد فموضوعية الحركة بقلب بدي أعطيكي مثلا إذا أخدنا عرض شادي عبد السلام اللي هو عن السينما فيلم عن المومية حولت له رأس حولت له إبداع غير نظرية شادي عبد السلام موضوع نجيب محفوز بمحاولة الغيبوبة بمحاولة اغتياله عملت عرض سميته الغيبوبة بس ما أخدش حاجة عن ما كتب نجيب محفوز إنما شو نحنا بالنسبة لنا المعاصرين الكوريغرافيين أو بالرأس الحديث كيف بتقدمي هالشخصية إن كان هو أو قاسم أمين عن تحرير المرأة أو عن محمود مختار يعني يعني تشرح لنا برضو بشكل أفضل أو يعني أكثر وضوحا كيف مثلا قدمت الممياء كيف قدمت موضوع نجيب محفوز هو إذا بدنا نتكلم نتكلم عن الحركة يعني عن الرأس الرأس الحركة مش معناتها إنه إذا عملنا الحركة مش عارفة عملكيها معناتها إلى إنه ده حرف أو ده كلمة لا هو المود اللي بيسيطر على الموضوعية بأي شكل بتأدميه بأي شكل بالإبداع الحركي أو بالمعنى يعني وبعدين ثقافتك هي بتجبرك إنك تخلطي الحاجات الحركية أو المعنى إذا نجيب محفوز أنا لما قبلته وقال لي إزاي حتعمل أنا قبلته مرتين فقالت له أنا حتك مع دانتي ليه دانتي يا ودي بدك تحط دانتي بي نجيب محفوز قلت له لآن حتتك كتبت عن المعرفة والإدراك ودانتي دخل كتب عن الهبوط إلى جهنم فكمان كتابات دانتي فيها حاجات كمان بتمس هالمعرفة فأنا بحقل لي إن حط الإدراك وحطيت بالعرض الإدراك والمعرفة وحطيت نوعية دانتي بتتكلم عن يعني مصطلحات تبدو صعبة طبعا أنا بحاول يعني أسأل عن يعني مثلا موضوع نجيب محفوز إيه الفرق إن إحنا نقدم مصرحية عن نجيب محفوز على سبيل المثال فيها استعراضات وبين يعني المصرح الحديث الحديث يعني توليته بتتكلم عن نفس الموضوع إيه الفرق الفرق فرق كبير وهنا استعراضات وهنا استعراضات بالمصرح في الكلمة أي بس هو هون بدك لازم الواحد يولد حاجة جديدة يبدع بفكرته لحتى يطرح للجمهور والجمهور كثير أحيانا بيشوف حاجات بشغلي أنا مش شايفة وده وده سر دانس تياتر دانس تياتر هو رمزي هو سريالي هو كمان بتعلق بتعلق بالميثولوجيات ما هو في ثقافة معينة بتطرحي على الجمهور ما بحكي إنه لازم نعمل حاجة للإليت يعني للنخبة لا أنا بعيد إنه قول أنا نخبة ومع إنه اتهمت بي ده أنك تخاطب النخبة يعني هل ده معنى إنه أعمالك صعبة لا خالص خالص أوقات في ناس صراحة جامعيين أو حاجة أنا تعزبت كتير مع الجامعيين أو النقاد أكتر من الناس اللي هني طبيعي جدا اللي بيشوفوا في حاجة بقدروا بفلسفتهم البسيطة يلاقوا حاجة أكتر من ناقد أنا تهجمت كتير من النقاد بعدين صاروا بعدين صاروا كتير الموضوع الأقلام تغيرت عندهم وصاروا المفهوم كان يعني البعض الفلسفية لازم نلاقيه بالموضوع لازم نلاقي يعني هذا ما يميز الرقص الحديث طبعا في رموز رموز في مفاتيح في رموز في ناس ما بتعرف ليه حبت في مثلا النقاد بيقولولي هاي الحاجة هاي لبس انت عايز تقول ايه طب خلاص إذا طال هاي إذا قل النقاد هذا ماذا يقول الجمهور العام لا الجمهور العام أوقات بيوصلني لحاجات أهم من ناقد والله وده أنا أوقات بصورة أنا عندي كتابات كتير تقريبا حتى يلعن بس عندي كتابات كتير على الموضوع ده هلأ طالما أنه عم تسأليني أسئلة على الحركة هو يعني المفهوم عنده الجمهور لما بيشوف هو عنده كمان رؤية أنا أوقات أوقات العرض هو نفسه أنت عم تشتغلي اللي هي المرحلة أحلى مرحلة قبل ما يطلع العرض إنما بيطلع العرض على الجمهور خلاص ما بقي لي معنا ما بقي يعني لي لأن بيصير ملك الجمهور إنما المرحلة بتشتغلي فيها وبتعملي لآخر دقيقة بتقولي العرض عم بيطلب مني ده لما بيقول إنه لازم في هذا المشهد تحطه ومش عارف له بحطه لآن ده الواجب الفني اللي لازم يتراكم ويكون السرد للجمهور أو ما بدي أقول للجمهور أنا ما بفكر بالجمهور جدا قبل ما أفكر بالعمل نفسه متطلبات بس الجمهور هو الهدف في النهاية أكيد أكيد ما بقول لا بس أنا أول ما أبتدت بمصر كنا نرقص قدام سبع أشخاص وحاليا حاليا بعد ثلاثين سنة أكتر فيه إقبال أكتر فيه إقبال فيه إقبال فيه إقبال لما نروح نحن سفرنا كثير على إيطاليا ثلاث مرات على ألمانيا أكتر من أربع مرات على أكبر مهرجانات وعملنا ببالجيكا وعملنا بفرنسا بأكبر أوبيرات بأوبرا فرانكفورت بأوبرا بفيمر بألمانيا بريكلنهاوزن وهنا كان فيه ألفات ألفات صراحة يعني خمس تلاف أربعة تلاف بيكونوا بالمهرجان أو بحاجة وقدمت إيه قدمت محمود مختار محمود مختار خلات التماثيل محمود مختار يتحركوا ومثل كأنهم تماثيل محمود مختار خصوصا بألمانيا اللي هي بلد سكولتشر مايكيل أنجلو وليرنادو ديفانسي وكل ده فأخذنا السيكسيفة فظيعة طب هذه الموضوعات المصرية اللي زي ما حديك بتقول إنها لقت نجاحا كبيرا يعني مفهومة هناك يعني ما نكلم عن محمود مختار محمود مختار كان اكتشاف بالنسبة له ما كانوا يعرفوا كثير ما يعرفوش لا لأن هذا سألونا وصلنا نشرحه لما شافوا العرض قالوا إيه ده عشان كده يعني هي رسالة هي رسالة نوع من الرسائل الفنية اللي بتخليك تكتشفي بعدين بريفيريتو بإيطاليا بريفيريتو بالأوبرا ده قدمنا قاسم أمين اللي قاسم أمين ما بيعرفوا مين من قاسم أمين بس لما شافوا تحرير المرأة والمرأة الجديدة وإزاي شخص شرقي عربي مصري مع فرقة مصرية بقدموا نوعها الفن الراقي عن حدا حرر كتب تحرير المرأة وفي بداية القرن أه وفي بداية القرن ليه؟ وأنا شرحت بالموضوع يعني حتى إليك ملخص تقريبا إنه موضوع إزاي بتناول للعرض بمحمود بقاسم أمين بالنسبة لي قاسم أمين مش الوحيد اللي هو صراحة كتب عن كتب تحرير المرأة هو تهاجم برضو جدا إياما إنما أنا بشوف إنه تحرير المرأة بمصر أو بالبلاد العربية مش بس قاسم أمين في ثلاث عناصر العنصر الثاني هي أم كالسوم أم كالسوم ساعدت بي تحرير المرأة ليه؟ لأن الأشعار والموسيقى ودافعت عن المرأة عن الحب عن الغرام عن الرجل عن المرأة عن العلاقة أم كالسوم كتير ساعدت بأغانيها لدرجة هايلة ده كمان العنصر الثالث السينما المصرية السينما المصرية طبعا ساعدت بتحرير المرأة المصرية والعربية بحد ذاته هذه الفرقة للرقص الحديث في مصر يعني من من تتكون الآن عدد العاملين فيها مثلا منصريين كم واحد واحدة نحن الآن صلنا 26 هل ده رقم جيد هل فيه إقبال على الانضمام فيه إقبال دايما سيدات ورجال عندي سيدات بنات أكتر أكتر من لأن أنا بعث أعملهم موضوعياتهم البنت عندي ليس عبارة عن راقصة وبس مؤدية لا بالعرض الأخير اللي هو قدمته بمناسبة 30 سنة أعطيت فرص كثير للبنات أنهم يعملوا أداة اللي كان صعب عليهم يعني إذا بالعرض لو كالت تبخر الأرض إذا عندي السمكة على الأرض والسمكة عطشانة لأن قطعت المية عن غزة في سمكة عم تموت فهي بتشرب عم تحاول تشرب السمكة هذا هذا هو الرمز بس إنه الأداء للسمكة عملت عملت امتحان لأربعة لحتى أعرف أي واحدة لازم أخذها وأول واحدة ما كانش منيحة تاني واحدة رفضت تالت واحدة يعني لحتى بس مشهد إنه السمكة مش واحدة مع حاجات مع الأمتراز مع السمك الكرش مع على الاتنين عم بيحبوا بعضون دي مش هدية بس بننص في السمكة اللي عم بتموت وعم تختنئ وعم تحاول تشرب من الجردل بس ما فيش مية دي مش هدية مثلا بقدر اكتب عليها كثير يعني حراري دوقتي في هذه الفرقة يعني واضح إنه ما فيش مشكلة لاكتذاب يعني مصريين للعمل فيها وخاصة أنا الفتيات أنا ما بيقبل غير مصريين بالفرقة أنا بتكلم على فتيات وفتيان موجودين ومقبلين جدا جدا لما بيعمل ادشان يعني اختبارات بيجي لبنات أكتر للحوار بقية فاصل قصير نعود بعده لنستكمل الحوار مع الفنان الكبير وليد عوني عن مشواره لمدة 30 سنة مع أول فرقة مصرية للرقص المصرحي الحديث الفنان الكبير وليد عوني أنا هرجع تاني لفرقة الرقص المصرحي يعني كيف تختار من يعملون بها من الرقصين أو الرقصات يعني كيف أنا معروف عني هون يعني بيعمل قدشن طويل بيطلع روحا معايا بيخد وقت مش يوم يومين أنا أوهات بيخد شهر أوهات لحتى صحيح تكون مأكد من الواحد أو الوحدي اللي بيفوتوا لعنا لأن كتير عامل على الموضوع لحتى أنه الاختبارات تكون فكريا أكتر تكون باكراون طبعه يعني هو ثقافته كيف بيفكر طبعا الحركة أو الجسم كتير مهم أنا بيخدهم بيخدهم أكتريتهم يكون عندهم بيز قاعدة كلاسيك بلاي وفي أوقات بيجوا من الفنون الشعبية كمان بيخدهم فرق الفنون الشعبية طبعا أول ما بتدات ثمين أشخاص كانوا من الفنون الشعبية لما عمد سقوط إيكاروس يعني بتختبر عقلياتهم أداءهم بقى الحركة الأداءهم الحركة لا أنا بيعطي يعني لما بيشتغل معهم إشان اشتغل الحركة بيعطيهم معنى للحركة أنا بيعف أنه جاي من المعهد أو جاي من البلاي أو جاي من أي فرقة أو بعرف التكنيك وبشوف بلحظات بعرف هو إيه إنما شو المعنى كيف بيفكر بالرأس شو ليه بيحب الرأس ليه بده يكون رأس المعنى بيعطي مثلا أنا تصور أنه فيه جناح عم بيطلع من ظهرك شو بتعمل بالجناح يلي عم بيوجعك وبيطلع من ظهرك فده بتجبري أنه يمثل الحركة اللي هو صحيح بحط له موسيقى وبيقول له وريني إزاي أعطيني الإحساس أنه فيه جانح بيطلع من ظهرك طب ما زعن الجمهور بقى أي يعني هل فعلا فيه إقبال على المشاهدة بشكل مكسف على سبيل المثال لو مثلا فيه فرقة رضا في المسرح المجاور إلى أين سيذهب الناس إلى أين إلى أين سيذهب الجمهور يعني جمهورك يعني جمهورك عدد مختلط بعدين بيفرق بين مسرح الجمهورية ودار الأوبرا كمان أو الإسكندرية الإسكندرية بيجي لناس بيجوا من الإسكندرية لل الإسكندريين لأن في جامعة جامعة الإسكندرية اللي فيها قسم مسرح كلياتهم أنا كان في مادة على أيام الدكتور أبو الحسن سلام كان في مادة الرأس الحديث وليد عوني مدة 3 سنين وكانوا يجوا الطلاب ويشوفوا العروض ويعملهم امتحانات وأنا أعطيهم محاضرات وينزل أسئلة للامتحان للمسرح يعني بدو إيقلك أخيرا يعني صراحة الموضوع أنه رغم أنه أنا لما جيت ما كنتش عارف أنه عم أسس أنه عم تعمل فرقة فرقة الحديث إنما لغاية دلوقتي النقاد حاليا يعني بالعرض داي اللي هو عرض كي لا تتبخر الأرض النقاد أغلبيتهم كتبوا أيوة وليد عوني أو الرقص مسح الحديث أثر على المسح المصري يعني كيف أخترت هذا العنوان كي لا تتبخر الأرض أنا كنت كنت بدي أحتفل بس بالرقص بالفرقة واخد مقتطفات من الأهم العروض لأن أنا عامل 34 عمل بالأوبرا إنما بيناتهم أخدت الأهم المشاهد اللي بيقدر أعمل فيهم تقديم لحتى الجمهور نقول كيف تطور رقص مسح الحديث من أول من سقوط إيكاروس لغاية إخناتون أو لغاية زهق حديد العمل اللي عملت اللي الأرشيتكتور المعمارية العراقية كبيرة فبعدين فجأة نحن لقنا حالنا بخضم الحرب على غزة وبما أنه أنا عملت أربع عروض عن الأضية الفلسطينية اللي هي أغنية الحتان أو بكاء الحتان عن خمسين سنة النكبة ولو تكلمت الغيوم عن الحائط العازل بفلسطين أو عن تحت الأرض اللي هو عن الأطفال الحجارة بفلسطين وكمان فيروز هالذرفت عيونك دمعة عن الاشتياح الإسرائيلي على لبنان سنة 2006 يعني كما لو كانت تأريخ عن المسألة الفلسطينية ما أنا عملت أربع أعمال وفجأة نحن شفتنا فتنا بفتة حرب غزة فأنا عملت موضوع لآن لو تبخرت الأرض كيلة تبخر الأرض ما أصدي بس فلسطين يعني أصدي كمان أنه ناخد بالنا نحن عملت بخر شوي شوي فده يعني ما عم بحكي تشاؤما بس أنه ناخد بالنا لآن نحن ربينا على القضية الفلسطينية تولدنا على القضية الفلسطينية وكانت القضية الفلسطينية الوحيدة بالشرق الأوسط قضية فلسطين بعدين أجد حرب لبنان قضية تانية 75 بعدين 79 الثورة الإسلامية بعدين وهكذا لغاية نحن بنعرف مش هنحكي السياسي دلوقتي إنما الأرض عم تتبخر شوي فأنا رمزيا ويعني اجتماعيا أو سياسيا تدخلت بالعروض الأربعة اللي عملتها قبل عن فلسطين مع الحالة اللي نحن فيها حاليا وقدرت اتوصل على أنه أعطي متل ما شايفو أو متل ما يمكن تشوفو يعني مسهمة يعني فعلا من الفن في هذه المأساة اللي حصلها حاليا طبعا لأن نحن الفن المصور يكون المصمم هو مرآة المجتمع والمرآة عصره إذا نحن الفنانين ما قدمنا كيف عم نعيش حاليا ما لازم طب حسأل حضرتك عن مساهماتك في بعض الأفلام السينمائية بهذا الرقص ممكن نقول التعبيري ولا ما من قدر نقوله لا رقص مسائح حديث ولا تعبيري ولا استعراضي ولا مش عارف يعني التجربة الأولى اللي عملتها هو مع يوسف شهين بفيلم المهاجر بالأول مع يسر أو محمود حميدة مع ليلى علوي بعدين بفيلم ما تيجي نرقص مع إناس الدغيدي بعدين فيلم الدنيا اللي مش معروف هوني بمصر مع حنان التركي اللي أنا مثلت فيه بنفس روى محمد منير يعني التجارب السينمائية هايدي أنا أصلا ما بشتغل بشتغل سينمائي وطول عمري كنت حاب بفوت السينما من أيام بلجيكا قبل ما بفوت الرقص مع الأكيديمي وعملت امتحانات كمان إنما السينما حاجة رائعة وحاجة صعبة للرقص أصعب شي تعمل في فيلم يكون في رقص ده أصعب حاجة لما شغلت مع يوسف شاين بالمصير كان كانت محدود جدا يعني كان هو يقل الفكرة ما أنا أقول الفكرة أنا كنت مصمم الحركة بأغنية علي صوتك بالغنى أو بالأغاني التانية اللي كانت بال وقدرت طيلع من ليلة على الوي صراحة الموضوع اللي نحنا منعرفوه كيف رقصت وكانت محدود يعني يعني يوسف شاين بيقلك من هاني المشهد ومن هاني الكاميرا وخد بالك ما تطلعش خمسة سنتي أو متر من هان أو متر من هان فمحدود إنما برضو بتستفيد حاجة جدا يعني بتتعلمي جدا من يوسف شاين أو من إيناس أو من جسين صعب بفيلم دنيا طب يعني تصميم هذه الرقصات يعني حضريك بتقوم بتصميم الرقصات على المسرح ولك تجارب في تصميم الرقصات في كاميرا السينما سينما إيه الفرق الفرق كبير الفرق الحرية أنا لما بشتغل واحدة على المسرح حريتي أكبر أنا أنا الليدر إنما لما تشتغلي عند مخرج سينما مش أنت الليدر هو بيشبرك تعملي ده أو ده أو ده أو تشتغلي لأن حتى الرقصة مع يوسف شهيد يوسف كان يجي كل يوم يحضر يقول لأ كدفع لازم يكون كده لأ لأن هو بيحب الرقص عاشق للرقص أنا ما شفت مخرج أه عاشق للرقص وبيرقص حلو فهو كان كمان يفوت بالحركات وبالمينيج يعني بأن الاتجاهات فان لأنه حاطت بفكره وان الكاميرا وان شمال وان يامين وان من فوق وان من تحت يعني فكان الشغل معه كثير مبدع مبدع يعني الحقيقة برضو عايزة أسأل في السنيمة المصرية حاليك دلوقتي يعني معانا بقى لك كثير 30 سنة ليه يعني فكرة الرقص في الأفلام المصرية مش موجودة كلها يعني هذا سؤال عظيم تسأليني ما حدا سألني ليه بس أنا صراحة حابب أنه وجه يعني عاقم على الموضوع كثير حابب أعمل فيلم على الفيلم بس ما يكون استعراضي فيلم يكون إله إله معنى الرقص وأنا عندي تلات كتابة تلات أفلام ورحت لعندي تلات مخدجين برضو منهم جابي خوري اللي هو مع يوسف شاهين منهم مع ناس تانين لأن لأن الرقص بسي بالسينما المصرية كان كتير في رقص بس دول كانوا استعراضات وراء الممثل أو وراء المغنية أو من أيام فريد لأطراش لغاية ما بعث إمتال إنما الفيلمين الوحيدين اللي أنا بعدهم للرقص هم إجازة نصف السنة وغرام في الكارنك لمحمود رضا والاثنين لفرقة رضا لفرقة رضا ليه ليه نجحين رقصا لآن المخرج أو تسمه هو المصمم فأنا حلمي إنه أعمل ده وعندي مواضيع ثلاث مواضيع كتير مهمة بس عايزينهم يكونوا أكتر تجاريا وأنا ضد الموضوع أنا عادي أعمل حاجة فنيا يكون إلو علاقة بالرأس لصورة السينما المصرية وأنا بتمنى إنه حدا ياريت الحقيقة لأن هذه الأفلام بتبقى أفلام الحقيقة مبهجة كمان يعني أنا عندي حاجة فرعونية فيها رأس فرعونية بس بتتنقل من العصر الحديث للعصر الفرعوني بمع بعض اتناناتهم جميل بموضوعها كتير حلوة تاني واحدة عرض سميته تحت الكبري اللي هو بتحصل فيه أهوة تحت الكبري بيحصل فيها أحداث سياسية ورأس وغنى وسياسية عن عصرنا وعندي موضوع تالت هذا ما بيدلون وهي عرض يعني جميل من حضرتك دلوقتي يعني ينرجو العاملين في مجال السينما أنهم يتنبهوا لهذا لأنه يعني مثل تلك الأفلام هي جميلة وبتعجب كل الناس أوي أوي ليه ما منعمل يعني الاستعراض الفيلم عن الرقص ما تعمل بمصر بعد من أيام محمود رضا تعملت إشياء حلوة استعراضية ما بولا دير حلوين إنما إنما الموضوع الرقص كمعنى مش موجود أي هل يعني قدمت حاجة عن فلسطين هذه الأيام عن فلسطين آخر عرضي اللي هو كلا تدبخر الأرض كان كلياته في عن فلسطين بالكامل تقريبا لا يعني نوعتي شوي نوعتي شوي بين عروضي اللي أنا أورادي عملت عن فلسطين أورادي عن عن الوضع الحالي بغزة أي وعم حضري يمكن كم حاجة على الحقيقة هو سؤالي فعلا عن ما يدور الآن في غزة يعني فكرت أنك يعني لأن الحوائط آه يعني كي لا تتبخر الأرض يعني مش بس هو يمثل قضية الفلسطينية المحكمة العليا بالنسبة لغزة اللي أنا عم شوف هني عم بتكلموا إزاي والدفاع الإسرائيلي اللي حصل اليوم والدفاع الفلسطين اللي حصل مبارح إزاي بتحطيهم طلب جنوب أفريقيا هالتناقض نعم هالتناقض محكمة العدل الدولية مظبط محكمة العدل الدولية بلغويا بلغويا أو أو سياسيا في عدم منطق كتير مبهم بالقضية فعاني الموضوع إزاي تعملي قراءة الوضع الراهن اللي موجود في تناقض فضيع بين الاتنان في حق وفي ما حق فس وين بديك تروحي حتى تظهري هالموضوع هو موضوع حزين جدا هل ممكن يبقى يعني موضوع حزين أساس لعمل فني يقبل عليه الناس طبعا بيدلت كي لا تتبخر الأرض الناس اللي شفوه الجمهور اللي كان فيه جمهور كتير بالأوبرا كاملين كم الحزن اللي بنشوفه دلوقتي يعني لم يحدث بهذه وحشية من قبل نعم بس أنا نهيتها بفرح بصرخة فرح وصرخة لأ ما فيش غير الصرخة الموجودة صرخة ألم أو صرخة فرح لأني بنفس الوقت لما بتشوفي النازحين يعني أنا بيبتدي العرض مع النازحين اللي هي أأسى حاجة ممكن تشوفيها من القصف هو النزوح النزوح تير صعب لشعب كامل أصعب من أنه تهدمي له بيته هو نزح لأنه تهدم الباب بس كي بدك تقدمي تقدمي صورة النزوح على موسيقى كلاسيكية هادية تجرح أكتر شيء حزين جدا صحيح مؤلم يعني أو تحطي بدل ما تحطي كوملة عم تنفجر لا حطي بيتهوفن السينفونية الخامسة مثلا وحطي النزوح هاني ساعتها بتروحي على الصميم هيدا هو الدانس تياتر صحيح بتختار موضوعاتك زي شوفي موضوعاتي بتروح على الأصعب حاجة ممكن لو نرش أنا العناوين بختارها كمان مختلفة جدا عن بعض يعني لو تكلمت الغيوم رائحة تلج دموع حديد كي لا تتبخر الأرض تحت الأرض يعني هيدول العناوين هي هي الحقيقة عنوين مصقفة يعني صعبة هل تكتزب الجمهور العام هو العام هو العام كتير أوي يعني لو في جزء من هالعام اللي هو إذا بدكت مئة مليون وعندي ثلاث تلاف ما بقول لا ما بنقدر نجبر الناس على أنهم يرتقوا اللي بدوا يرتقي بيرتقي ويجيوا بيرتقي يعني لمستوى والجمهور طبقات الطبقات يعني التعليمية طبقات ثقافية طبقات علمية فيمكن حتى في ناس كثير كثير أزكية ما بيحبوا العرض طبعي يعني بيشوفوه كثير مش داي اللي عايزينه يعني بيحضروا بيحضروا ثم يعبروا عن عدم رضاه مثلا في ناس طبعا أول ما ابتدت كان كان أبسلوت المية بالمية لا لو لما في صحافة كانت مثل نهاية صليحة أو ديفيد بلاك أو أمال شكر قطاع أو أمال بكير أو عبل الرواني دوري اللي ساعدوا الرأس الحديث لحتى يوصل للجمهور الصحافة والنقاط لعبوا دور كبير ويفسروا ويعملوا وأقلامهم تغيرت بالنسبة لأنه كتابة المسرح هو إزاي أو كتابة الرأس الحديث بالمسرحنا هو إزاي تغيرت بالنسبة لو هذه العروض ذهبت إلى الخارج هل ممكن يعني جمهور الخارجي فهمها؟ حضرتك بصي الموضوع الموضوعات المصرية جدا أو العربية جدا ما هني بيحبوها لأنها شرقية وبيحبوا يكتشفوا ما هني وعندك عندك موضوعية الاكتشاف الجمهور لازم يكتشف إذا جمهور يمكن جمهور بيحب أنه يسمع كل حاجة ويفهم كل حاجة على الطول بس عندك جمهور حلو أنه الجمهور يكتشف هو مين لأن لما بيشوف عروضي بالسر ريالية لما بتشوف في تابلولة سلفادور دالي أو بيكاسو أو كذا طبعا في ناس ما بتحب بيكاسو بتحب دالي أكتر من بيكاسو أو بيحبوا ليونادو دافينشي لأنه مفهوم التمثال أكتر من عند بيكاسو فهي دول فئات الفئات هي بتتربى هي بتعدي بعض الفن بيعدي ولما أنا لو ما الفن بيعدي وفي جمهور ما بقيد ثلاثين سنة بمصر لو ما اشتغلنا وعملنا اسم الرأس الحديث الدانس تياتر بي بالعالم ما كنا ما كنتكملت على بعدين على فكرة لما بتدين الرأس مسعي الحديث بمصر وإسسنا الفرقة كانت أول فرقة بمصر وبالعالم العربي وصدقين لغاية البقت لنزل هو في فرق في فرق خاصة في فرق صغيرة في فرق بالشرق الأوسط بالعالم العربي نحن لنزل الفرقة الوحيدة اللي معترف فيها ثقافيا وهذا اللي يجب نفتخر فيه يعني الإقبال على الدخول في هذه الفرقة جيد الإقبال على دخول الفرقة يعني للتحق بهذه الفرقة جيد جيد اه كثير في ناس أنا لو بيقدر أعمل خمسين راقص يكونوا بيقدر بس ما منقدر ماديا ما بيقدر أتعدى لأن في عقود وكذا عارسي زاي بيقدر أشتغل مع فرقتين مع بعض يعني أنا اشتغلت ثلاث مرات مع فرقة البلاي اللي هني سبعين وحد عارسي زاي فالإقبال على أنه يفوتوا على الرأس على الفرقة فيه إقبال يعني عندنا سؤال أخير فنان وليد عاوني يعني قصتك مع يعني وأنت صغير أنت كنت مسلم بعد مسلم وبعدين طلع عمر مسلم حصل إيه يعني أنت مريت بعدة مراحل جميلة حقيقة حضرتك حابة تنهي الحلقة بالموضوع ده شوف لما الماما توفت البابا تنقل على على بشري اللي هي بشري بجبال الأرز يعني وثلاثة آلاف متر تلج يعني اللي هي بشري ضاعت أو قرية جبران خليج جبران وأنا ماما معي خبر وكنت ثلاثة سنين وما في غير دير واحد وكنيسة ووحدة ومنطقة كاتوليكية بحث ونحن مسلمين فالموضوع مش هنا الموضوع انه دخلت الدار وقعت بالدار داخلي يعني طول الوقت يعني طول المدة ثلاثة أربعة سنين وتعلمت الكاتيشيسم يعني المسيحية بدون أنا صغير بدون ما أعرف انه أنا مسلم أي سيد زيف فبرضو البعدين البابا تجوز وبعدين طيلعوني من الدار ونقلنا على بيروت بعدين من بيروت كنت أنا 18 سنة سفرت لما سفرت وقابلت موريس بيجار موريس بيجار هو كان أياما بالسابعينات كان جاي من إيران وكان أسلم بشاه إيران خليه يكون يعني أسلم لأن حب الفلسفة الإسلامية وأنا بطبيعة الحال بالفترة مع الماما كمان أدبي ورغم أنا وصغير فعطاني كتب الفلسفة الإسلامية أو الصوفية بشكل خاص بفتكر هو صوفية بشكل خاص بس هو لما أسلم بيجار فبيجار أعطاني كتب عن التصوف عن التصوف عن جلال دين الرومي وكذا وشمس التبريزي وتعلمتها وبعدين فجأة بسبب ده لما أساس الفرقة الأولانية دخلت البودية البودية سبع سنين كنت بودي بودي ولما جيت على مصر بعد ده بالتسعينات قلت أنا لازم أنا مسلم ولازم وأنا جبت شيخ وعلمت تعلمت الإسلامية وتعلمت الصيام والكرآن والصلاة رحلة متنوعة يعني ما بين الفلسفة هي اللي بتهم أكتر شيء بالديانات الفنان الكبير أستاذ وليد عوني شكرا جزيلا لحضرتك امتعتنا بحديثك الحقيقة شكرا لحضرتك ودعوتك لي شكرا في الختام أشكر ضيفي الفنان والمبدع الكبير وليد عوني مؤسس ومدير فرقة الرقص المصرح للحديث بدار الأوبرا ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في حديث جديد من مصر طبعا اشتركوا في القناة شكرا